بسم الله الرحمن الرحيم معكم مانس محمد يوسف فيديو جديد في كرس اليمبيدس سيستم هنكمل فيه القود الخاص بالسيفين سيجمنت مع الترانزيستر الفيديو برعاية شركة جي إللي سي بي سي بي الشركة بتقدم للمجموعة من الخدمات عشان تقدر تنفس البوردة بتاعتك في أقل وقت وبقال لتكلفها الخدمة الأولانية إيزي إيدا من خلالها بقدر أصمم البي سي بي الخدمة دي مجانية الخدمة التانية اللي بتقدمها الشركة هي مكتبة المكونات السطحية أو SMT Parties Library من خلالها الشركة بتوفر لك أكتر من 200 ألف كمبونات تقدر تستخدمهم عندك في التصميم بتاعك وطبعا لكل عشان يقلل الوقت بتاع التنفيذ والتكلفة وطبعا تقدر توصل للمكونات دي أثناء التصميم من خلال برنامج الإيزي إيدا الخدمة اللي بعد كده خدم التجميع المكونات السطحية أو SMT Assembly من خلالها تقدر تصنع البي سي بي وتجمع عليها كمان المكونات بنعمل بخاصة بالدزاين بتاعنا بعد كده بننزل لتحت لغاية على اليمين بنلاقي فيه اختيار بنفعله عشان نقدر نجمع المكونات على البي سي بي بعد كده بنقول له confirm الخدمة الأخيرة اللي هي 3D Printing دي من خلالها بقدر أعمل المكون بتاعي أو البي سي بي بتاعتي في الفيديو اللي فات احنا كنا بدأنا شرح البروجيكت لغاية ما خلصنا دلة المين او المين فانكشن خلصنا الجزء دة بتاع نشوف الفانكشنز اللي احنا استخدمناها الستقلوك 80 ديت وظيفتها زي ما قلنا انها تزبط الكلوك بتاعته الكنترولر على 80 ميجا هرتز ودي شرحناها في الفيديو اللي فات الديجيت بورت كونفيج دي زي ما قلنا انها هتعمل الانيبل للبريفرال اللي هو عندي بورت بي من خلال الفانكشن اللي اسمها سيس كنترول بريفرال انيبل ودي احد الفانكشنز اللي موجودة فيه اتفاوية ودي برضو شرحناها المرة اللي فاتت الفانكشن دي كلها اللي احنا كتبناها شرحناها المرة اللي فاتت انا بس افكرك بيها عشان هنستخدمها في الفانكشن اللي بعدها يبقى اول حاجة بعمل انيبل للبريفرال البريفرال عندي هنا اللي هو البورت البي اللي انا هستخدمه اا بعد كده استنى لغاية اما البورت بي ده يبقى جاهز انها اتعامل معاه فبستخدم سيس كنترول بريفرال داخل الويل بعد كده بهيق مجموعة البنات اللي انا هشتغل معها على البورت بي من خلال الاثنين اا اللي قدامنا دول جي بي اي او بات كونفج سيس دي بحدد منها اسم البورت والبنات اللي هشتغل عليها من الزيرو لغاية الستة وبخلي ان الطيار اللي ممكن يمر من البن اللي مقصبا بتاعه تمانية ميلا امبير وبخلي الوضع بتاع البن الداخلي ياخد وضع الستاندر بعد كده بحده跑 specific الوضع بن من خلال fun 주는 جي بي اي او دير مود ست بكتب بكتب الادرس اللي هو البورت بي بعد كده البنات اللي انا عاوز اخليها اسم البورت بعد كده الاخر ondeER بعد كده بحدد البنات دي اوت بتولى اناي او غاية انبوت من خلال الثابت اللي هو اسم جي بي اي او دير مود اوت بعد كده بخرج على البنات بتاعة البورت بي القيمة 0 فبكتب GPIOPINWrite اسم البورت اللي هو البورت بي والبنات اللي هتعمل معها اللي هي DigitPins طبعا الأرقام اللي هي السوابت دي احنا عم عرفينا في أول الكود وبكتب القيمة اللي انا عاوزت نلحها على البنات زي ما عملنا Configuration للبورت بي هنعمل برضو Configuration للبورت ايه اللي هنشتغل معاه فالفنكشن اللي احنا سمناها DigitUnitConfig دي بتعمل Configuration للبورت ايه بنفس الخطوات اللي شرحناها في الفنكشن اللي فوق فمش هنعيدها تاني هي نفس الخطوات بس طبعا بدل ما بكتب فوق الادرس بتاع البورت بي هكتبنا الادرس بتاع البورت ايه واللي احنا غيرناه في السوابت اللي احنا بنستخدمها هنا طبعا احنا الطيار اللي هنطلعه او اللي هنمرره في البن الخاص بالبورت ايه سواء ايه اثنين او ايه ثلاثة هيبقى طيار اقل من الاربعة ميلي مش محتاجيني التمانية ميلي اللي كنا احنا كتبنوهم فوق هنا في البورت بي احنا كنا حطينا على البنات مقاومة واحد كيلو اوم عشان تحدد لكمة الطيار اللي هتعديل على البيس بتاع الترانزستور فانا ممكن مستخدمها السابط الخاص بالاربعة ميلي امبير مش محتاج اكتب التمانية تعال نتكلم بقى على الفانكشن اللي هي بتقوم بعمل فصل للارقام الفانكشن اسمها number split هتاخد القيمة الرقمية اللي جاية لها طيب القيمة دي عبارة عن ايه عبارة عن العداد اللي كان جايلي من for loop احنا كنا بنستعدي الفانكشن دي داخل for loop اللي كانت فيه المين اللي هي داي كنا بنمرر منها البرامتر اللي اسمه counter كنا الكوينتر ده بياخد قيمة من الزير لغية التسعة وتسعين فهنروح ليه الفانكشن دي ديت نمرا لها الارقام من الزير لغية التسعة وتسعين ونبدأ نتعامل معها في البداية هيهارف متغير اسمه temp والfps clearance int Sapp وحلي فيه القيمة اللي جايلي من البرامتر اللي هو نمبر يبقى التمبل دلوقتي متخزن فيه القيمة سواء بقى الزيرو الواحد الاثنين لغاية التسعة وتسعين طيب انا عاوز اخد بقى القيمة اللي جايلي ديت واخد منها خانة العشرات فاخد التمبل وقسمه على العشرة هيديني الديجيت الخاص بخانة العشرات اروح مخزنه في المتغير اللي انا كنت انشأته اللي هو اسمه units values dot tens يبقى تنزل الوقتي فيها الرقم بتاع خانة العشرات خلي بالك ان الاسمه هنا اسمه اه صحيحة يعني ما فيش فيها باقي يعني الناتج بتاعها هو الرقم اللي موجود فيه خانة العشرات طيب عايز بعد كده اخد الديجيت اللي موجود فيه خانة الاحات فاعجيبه باستخدام الخطوة اللي قدامنا دي اقوله تمب بيساوي تمب ناقص القيمة اللي انا خزنتها هنا في خانة العشرات مضروبة في عشرة هاحصل هنا على الرقم او الديجيت الخاص بخانة الاحات اخده واروح مخزنه فيه المتغير units values dot once طبعا لو انت ما كنتش مستخدم الاستراكتش لانا كنت اعملها فانت ممكن ان تعرف اتنين متغير عادي ويستخدمهم هنا على طوله طيب انا كده اعتبر جهزت الارقام عشان تتعرض تتعرض بقى ازاي من خلال يتدللل اسمها segment display طب يتدلل دي مين اللي كان بينادى عليها اللي كان بينادى عليها اللي هو الفانكشن مين بعد ما بعمل استدعاء للنمبر split خلاص وخزنت القيم بتاعة الاحد والعشرات او هعمل استدعاء جوه segment segment display ابدأ اه اعرض الارقام دي عندي على ال 7 segment تعاني شو بقى الكلام ده هيتعمل ازاي في البداية خالص انا هعرف متغير هسميه refresh ودي له القيمة 0 طيب بتاعوا عن سايد اه انتجر اه تمانية بت دلوقتي احنا كنا بنقول عايزين ان نعرض الارقام على 7 segment بمعدل اه حوالي خمسين مرة في الثانية يعني الرقم لما اجي اقرى من المتغير اللي انا خزنته فيه هاجي اعرضه اه خمسين مرة في الثانية فهنستخدم المتغير اللي اسمه refresh اه في اعمل اللوب اللوب دي هتعد من الزير لغاية التسعة واربعين تكرري زهور الرقم ده على 7 segment خمسين مرة في حدود واحد ثانية طيب عشان اطلع اه ديجيت على البرت بي ويتعرض على اه واحدة من وحدات 7 segment انا محتاج اعمل ايه اول حاجة هكتب القيمة اللي انا عايز اظهرها على البنات بتاعة البرت بي دي الخطوة الاولى الخطوة التانية افعل الترانزيستور اللي متصل بي 7 segment اللي انا هشتغل عليها اول ما فعل الترانزيستور يبقى كده 7 segment هيظهر عليها الرقم اللي موجود على البورت بي الخطوة اللي بعد كده ان انا استنى فترة زمنية عشان الى عين تلاحظ الرقم اللي ظهر على 7 segment الخطوة الرابعة اروح طافي الترانزيستور او اخليه اوف فالرقم يختفي من على 7 segment بعد كده اروح مطلع الرقم بتاع الخانة التانية على البورت بي وبعد كده اروح مشغل الترانزيستور بتاع 7 segment اللي انا اوز اوز اظهر عليها الرقم بتاع الخانة التانية واستنى كمان فترة زمنية عشان العين تلاحظها اروح طافي بعد الفترة دي الترانزيستور خليه اوف فما يبقاش فيه حاجة ظهرة على 7 segment خالص وكرر الموضوع ده تاني الكود بقى اللي قدامنا ده هو اللي بيعمل الخطوات اللي انا قلتها دلوقتي حوالي 50 مرة اول حاجة حاجة على الخانة بتاعات الاحد انت عامل معها فحقول له اكتب لي على البورت اللي اسمها ديجيت بورت ده يتعتبر البورت بي على الديجيت بينز البنات بتاعة البورت بي حطي لي القيمة بتاعة الرقم المتخزن في المتغير اللي اسمه units various dot ones كده هروح يجيب لي الرقم او الديجيت اللي موجود في خانتي الاحد اللي انا كنت مخزنه ويروح ينديلي على قيمته المتخزنة في المصفوفة اللي اسمها cc code ايه بقى المصفوفة اللي اسمها cc code ده احنا قلنا عليها ده المصفوفة اللي انا مخزن فيها القيم اللي المفروض تطلع على البورت بي عشان تصغير لي الرقم اللي انا عايز اه يظهر على اه السيفن سيجمنت فلو عاوزين نكتب على السيفن سيجمنت القيمة زيرو فانا اطلع عليها على البورت بي القيمة دي لو عاوزين نظهر على السيفن سيجمنت القيمة واحد اكتب القيمة دية على البورت بي وهكذا لو عاوزين نظهر الرقم تسع على السيفن سيجمنت اكتب عليه القيمة دي فانا بروح جايب القيمة بتاعة الاحد سواء بقى كانت زيرو او واحد او اتنين او تلاتة وروح استدعي القيمة المقابلة ليها من المصفوفة فانا ما مرر اروح انادي هنا في المصفوف لو كتبت هنا zero هنفترض مسلا بقول له ايه cc code وروح تكتب هنا zero بنادي على الاندكس رقم zero فحيجي لي دوت القيمة اللي انا المفروض اطلحها على البرت بها عشان نصغر لزيرو ده اللي احنا كنا عاملينه فيه الكود تحت اللي هو في السيجمان تلس بلاي بنقول له هنا ايه cc code وبروح اطيله القيمة اللي انا كنت مخزنها في الاحد فلو كاتب zero هيجيب لي الاندكس رقم zero في المصفوفة ويحطه لي على البرت بي لو كاتب هنا واحد هيجيب لي واحد وهكذا لغاية التسح فانا كده جبت القيمة اللي المفروض تظهر على السيجمان طبقا للرقم اللي موجود في خانة الاحد طيب كتبت القيمة اللي عاوزها تظهر هنا في خانة الاحد اعمل ايه بقى اروح مشغل البن اللي متصل بيه الترانزيستور بتاع خانة الاحد من خلال انها باجي على البن واكتب عليه هاي احنا هنا كنا بنتعامل مع البرت بي عشان اطلع عليها القيمة الرقمية اللي عتروح لسيفن سيجمانت هنا بقى حنتعامل مع البورت ايه مع البن ايه تلاتة اللي هو بتحكم في الترانزيستور اللي بيشغل السيفن سيجمانت الخاصة بخانة الاحد لو رحنا تاني للثوابت اللي احنا معرفينها هتلاقي فيه عندك ديجيت وانس بن ده اللي هو البن ايه تلاتة ده خاص بخانة الاحد وفيه عندك ديجيت تينز بن ده اللي هو البن ايه اتنين ده الخاص بخانة العشرات فانا ما حب اتعمل مع خانة الاحد هروح عطتهاي على ال ايه تلاتة دعا نشوف تاني في الكود دلوقتي شغال مع خانة الاحد فانا عاوز افعل البن او احط عليه هاي خليه ست عشان الترانزيستور المتصل بي سيفن سيجمنت يبقى قون فالرقم اللي انا حطه على البورت بي يظهر فانا بتعامل دلوقتي مع البورت ايه بقوله جي بي اي او بن رايت الادرس بتاع البورت اللي هو ديجيت يونت بورت اللي انا مخزن فيه الادرس بتاع البورت ايه بخزن بكتب هنا قيمة البن اللي انا هتعامل معاه اللي هو ايه تلاتة فبقوله ديجيت وانز بن ده السابت اللي انا عرفته فوق بعد كده بطلع على البن ده لوحده القيمة هاي يعني بحط على البت المقابل لبن واحد فبدل ما اكتبها بالباناري او بالهكسا ديسيمال واقوله زيرو بي واحد زيرو زيرو فانا ممكن ما استخدم نفس السابت لان هي نفس القيمة اللي انا محتاجها لانت هتلاقي القيمة ديت بتاعت السابت هي هيها نفس القيمة اللي انا عايز احطها على البن بعد ما بفعل الترانزيستور ويبقى كده هلاقي الرقم بتاع الاحد ظهر عندي على خانة الاحد في السابت سيجمال هاستنى فترة زمنية طيب احنا هنقوله دي لي ام اس دي الفانكشن اللي احنا كنا انشأناها قبل كده في اللايبرير بتاعتنا وهنحط فترة زمنية مقدرها تمانية ميلي ساكن تخلي التمانية ميلي ساكن دي بعد ما خلص القود اقولك احنا هاملناها تمانية ليه طيب بعد الفترة بالزمنية ديت هيكون الرقم او الديجيت بتاع الاحد اتعرض انزل بقى اقفل السويتش او الترانزيستور خليه اوف فعلى نفس البورد ونفس البن بدل ما طلعها هاي حطلع له فهقوله زيرو اكس زيرو زيرو يبقى انا كده جيت على البن اللي بيشغل البيز بتاعت الترانزيستور وحطيت عليه له فالترانزيستور هيبقى اوف فالرقم مش هيظهر خالص على السيفن سيجمانت والسيفن سيجمانت تبقى مطفية استنى فترة زمانية تانية الفترة الزمانية دي بقى الغرض منها ايه الغرض منها اننا اتأكد ان الترانزيستور افل تماما كده اتأكدت ان الترانزيستور اتقفل والسيفن سيجمانت اتطفت ومفيش عندي حاجة لا ظهر على خنت الاحد ولا على خنت العشرات لمدة واحد ملي سجد انزل بقى اروح مشغل الخانة التانية بتاعت خانة العشرات فاروح باعت على البرت بي الدجت بتاع خانة العشرات طب الدجت ده متخزن فين؟ متخزن في الفارياب واللي انا انشأته اللي هو يونت سيفاليوز دوت تينز موجود فين بقى القيمة المقابلة لي عشان تظهر على السيفن سيجمانت موجود القيمة المقابلة لي في المصفوفة زي ما قلنا في السي سي كود طيب اروح اكتبها بقى على البرت فاقول له جي بي اي او بين رايت الادرس بتاع البرت بي دي جيت بورت والبنات اللي انا هتعامل معها اللي هي دي جيت بينز والقيمة اللي انا عايز احطها باجيبها من المصفوفة بعد كده هروح حاطة اون على البيز بتاع الترانزيستور اللي متوصل على البن اي اتنين يبقى دازم البن اي اتنين احط عليه هاي فاقول له جي بي اي او بين رايت بورت اي اللي هي دي جيت يونت بورت البن اللي انا هشتغل عليه اللي هو دي جيت تينز بن كان فوق وان وانز كنت باشتغل مع الاحد انا هشتغل مع العشرات فاقول له دي جيت بينز اللي هو اتنين دي جيت تينز بن بعد كده احط القيمة بتاعة البن احط في البت المقابل لي واحد فهو نفس برضو السابت ممكن استخدمه تاني استنى فضرة زمنية برضو تمانية ميلي ساكند هيكون فيها خانة العشرات شغالة وشايف الرقم اللي موجود عليها بعد التمانية ميلي ساكند انزل اطفي خانة العشرات عن طريق اللي انا بكتبلوه على البن اي اتنين فالجي بي اي او بن رايت البورت اي البن اللي هتعمل معاه بتاع العشرات اللي هو اي اتنين احط عليه القيمة لو ففي الحالات دي الترانزيستور يبقى اوف ويقطع للطيار وما فيش حاجة تظهر على الدجية الخاصة بخانة العشرات هاستنى واحد ميلي ساكند لغاية اما اتأكد ان الترانزيستور اوف تماما واروح مكرر العملية تاني ده كله انا شغال على رقم واحد بيتبعتلي من اللوب اللي هو من الزيرو جاية التسعة وتسعين اقرارها خمسين مرة بعد كده هرجع تاني اللوب تنادي على الدول من اول وجديد تعالى بقى نشوف احنا ليه كتبنا هنا تمانية ميلي ساكند احنا قلنا عشان نعمل الريفرش لسيفن سيجمنت بنعملها بمعدل ما يقلش عن خمسين مرة في الثانية اللي هما الخمسين ايه وتسعين طيب تعالى كده لو احنا هنعمل هنا ان للرقم اللي هزهر لمدة تمانية ميلي ساكند وبعد كده حطي كمان واحد يبقى تسعة اللي هو بتاع الوف يبقى عندك هنا تسعة ميلي ساكند وهنقرر الزمن ده كمان تحت لما نجي نعرض الارقام العشرية يبقى عندك تسعة فوق للأحد وتسعة تحت للعشرات يبقى تمنتاشر ميلي ساكند تمنتاشر ميلي ساكند زائد الزمن اللي هو حيتم استهلاكه في تنفيذ الأوامر ديت يعني تقريبا هيبقى اعلى من تمنتاشر ميلي بحاجة بسيطة احنا شغالينا على سرعة تمانين ميجا هيرتزل وكولوك بتاع الكنترولر ف طبعا هيبقى أقل بكتير من الميلي ساكند أو الاثنين ميلي ساكند بس احنا تقريبا نقول هناخد عشرين ميلي ساكند هما تسعة تمنتاشر فأعلى بس احنا قلت بالتقريب عشرين لو انت خدت العشرين دول ضربتهم في الخمسين حيطلعوا ألف ميلي ساكند يعني واحد ثانية يعني العملية ديت بتقرر في زمن قدره واحد ثانية يعني الخمسين مرة يتقرروا تقريبا في حدود الواحد ثانية أو أقل حاجة بسيطة يبقى انا كده شغال بمعدل خمسين هيرتز أو أعلى فاحنا كده بازاي بقدر نتحكم في المعدل بتاع بتاع احنا انا بنعمل ايه؟ بتروح ننادي على الدلة الأولانية اللي بتقسم لي أو تصنف لي الرقم لأحد وعشرات بعد كده بتروح نعرض الرقم على السيفين سيجمات لما بتجي تعمل دايرة انت ما بتعملش مجرد فور لوب تعد أرقامه بس ده انت بتعمل عمليات تانية يعني مثلا عاوز تكتب كود هي اخد قرية سينسور وهي يقل مثلا درجة حرارة وتعرضها على السيفين سيجمات فانت هتكتبها جوة الوايل لوب يبقى مثلا حتيجي مثلا جوة الوايل لوب هنا وتروح اقول له هات القرية من السينسور هتطلع قويمة رقمية وتروح مع الدهالي على الدلة الأولانية اللي هي number split بعد كده تعمل استعاء للدلة التانية مش هبقى عندك في هنا فور والوايل هتشتغل باستمرار خلي بالك بقى انك لو كتبت مجموعة أوامر تاخدت فترة زمنية طويلة نسبيا فانت كده اللي كان بيشغلك السيفين سيجمات الفانكشن اسمها سيجماتس ديسبيلي فلو انت قعدت فترة طويلة على ما تنادي السيجماتس ديسبيلي هيكون عندك السيفين سيجمات بتاعتك مطفية مش شغالة فانت لازم تخلي بالك من الموطة ديت من الزمن بتعمل تنفيذ مجموعة الأوامر اللي انت هتكتبها قبل ما تستدعي الدلة ديت بحيث ان هو مثلا بيبقى في حدود اربعة خمسة ستة ملي ساكت عشان لو الفترة دي زادت يعني كده مثلا على التردد تمانين ميجا هرتز دان حشانين عليه هتلاقي بقى الشاشة عندك بقت ملاحظ الإطفاء والإظهار بتاعها فالطريقة دي ده العيب بتاعها انك بتقدرش تكتب أكوات تاخد فترة زمنية طويلة طيب اتلافي حالي المسكة دي ايه انك تزغر وقت او تزغر مجموعة الأوامر اللي انت هتنفذها او انك تستخدم الطريقة اللي ان شاء الله حنبقى نقولها فيديو جاي باستخدام الشيفت ريزستر دلوقتي كل مرة احنا عايزين نتعامل مع سيفن سيجمنت باستخدام الترنزيستر هنروح نجيب الفونكشنز ديت اللي احنا كتبناه في الآخر ونحطه في البروجيكت الجديد وحنبدأ نغير في الكود بتاع المين حسب التطبيق اللي احنا هنعمله فطبعا الكلام ده ما ينفعش احنا كنا خدنا قبل كده ازاي نعمل ليباري وعرفنا ازاي بينشئة وعرفنا كمان ازاي ننادي عليها من جوه بروجيكت لما عملنا اللي بار خاصة بالدلي نفس الكلام ده عايزين نعمله هنا طبعا انا مش هنشئ معاكم اللي بار من اول احنا شرحنا الكلام ده في فيديو منفصل لوحده قبل كده بس احنا هنعمل بروجيكت جديد تاني هنفصل فيه الاكواد او الفونكشنز اللي احنا هنخده نوديها لللي بار وهنسيب هنا في المين هنا اه او الملف الصورسي ده الاكواد الاساسية وديستدعي الفونكشنز من ليباري فالمفروض احنا خلاص انت هنا من البروجيكت ده دلوقتي هنفتح بروجيكت جديد وفي نفس الوقت انت هتنشئ ليباري جديدة هنكتب فيها الكود اللي انا هقولك عليه دلوقتي ليباري دي اسمها انا همسميها عندي 7 segment طيب ايه بقى اللي حيحصل بتاع بص كده على الكود ده لما نستخدم معاه اللي باري اشوف هيبقى أقل لقد ايه ده نفس الكود اللي فات بس انا شلت منه الحاجات اللي حنوديها للليباري دي مجموعة الهدر فايلز اللي احنا هنضمنها معانا الغاية هنا ده كان موجود فيه الكود اللي سشرحينه من شوية بعد كده هنضمن اللي باري اللي احنا هنعملها هيبقى نسميها 7 segment ده الفولدر اللي هي موجودة فيه والهدر فايل بتاعها هيبقى اسمه 7 segment dot h لو انت جيت وقفت هنا وعملت right click وقلت open declaration اوضست على F3 حيجيب لك الهدر فايل بتاع اللي باري اللي انت اعملها انا مستعدعي هنا ملفات الهدر ديت standard integer والstandard boolean dot h بعد كده هنيجي بقى نعرف مجموعة السوابت اللي هنشتغل بها ده كده مجموعة السوابت اللي كنا معرفينها في الكود واشرحناها خلاص ده اخدناها حطناها في الهدر فايل بعد كده هنزل للدوال اللي انا حوديها اللي باري والخاصة بيه 7 segment ايه هي بقى الفونكشن ديت digit port config دي اللي هتعامل مع الport b والdigit unit config اللي هتعامل مع الport a ونumber split اللي هيفصل لي الارقام لأحد وعشرات وsegment display اللي هتطلع للرقم على 7 segment كل اللي هيحصل اللي انا هستدعيهم جوه هنا مجرد ان انا اضمن الملف بتاع الهدر طيب تعنزل تحت كده الفونكشن اللي انا هسيبها هنا مش هبديها اللي هي الخاصة بيه اه تصبيت القلوك بتاعة ال control او ال control اللي اللي احنا شغالين عليه فده الجزء بتاع المين هترجع وعقا تيجي ترجع وحتلاقيه زي ما هو احنا مغلرناش فيه حاجة ليه احنا كل اللي بيحصل في المين اللي احنا بنستدعي الدوال طيب الدوال ديت احنا شلناها من هنا من اه ملف الاساسي اللي هو seven segment dot c وودناها لللي بس وجينا على الفونكشن بتاعة آآ الكلوك ويسيبناها زي ما هي طيب فين بقيته الكود بقى خلاص احنا بعتنا لللي براري كده انت تقدر تكتب اي تطبيق وتستدعي اللي براري الخاصة بالسيفين سيجمانت تبعت لها الارقام بس مش محتاج تكتب الاكواد مرة تانية زي ما قلنا قبل كده لما كنا بنعمل ولا تعمل لها كوبو بسط طيب تعاني شوف برضو السورس بقى آآ بتاع اللايبر احنا شوفنا ملف الهيدر تعاني شوف ملف السورس هاجي على اللايبر اللي انا انشأتها وافتح ملف السورس اسمه سيفين سيجمانت اول حاجة هنلاقي عندنا ملفات بتاعة الهيدر اي نفس الملفات اللي احنا كنا حطيناها في البرجكت اللي كنا شرحناها من شوية كلها وزودنا عليهم كمان ملف الملف ده هو ملف الهيدر بتاع اللايبير نفسها اللي احنا فتحناها دلوقت اي ريبر اللي بتعملها بتحط في ملف السورس ملف الهيدر بتاعها طيب بعد كده هتنزل تحت هتلاقي ده المصفوفة اللي احنا كنا عرفناها اللي بخزين فيها الارقام الهيكس اللي احنا بيبعتها للبرجكت بي عشان تزرع على السيفين سيجمانت وده الستركتشر اللي احنا كنا معرفينه اللي هو الطيب الجديد اللي انا انشأته اللي هو ديجيت يونيتس وحطت له الكيورد static على اساس ده يتم استدعاؤه او يتم استخدامه داخل الفايل ده بس ما ينفعش استخدمه برا الفايل طبعا الكلام ده مشروع في كورسي السي كلمات ديت بعد كده هنزل نعمل البروتوطايب لو فيه دوال او فانكشن الجديدة هنستخدمها جوه السورس فايل طبعا انا مش هستخدم في البرجكت ده دوال الجديدة ده اللي ان شاء الله خاصة بالبرجكت اللي هنعمله بعد كده هننجيلها دلوقت هنا بنتكلم عن البرجكت اللي احنا شغالين فيه فادي الفانكشن اسمها ديجيت بارتو كونفج اللي احنا كنا شرحناها ده الامبلمنتيشن بتاعها او الكود بتاعها الباضي بتاعها اللي احنا شرحناه هتلاقي تحتي الديجيت يونوت كونفج نفس الكود مش هنغير فيه حاجة والنمبر سبلت والسيجمنت ديسبلي نفس الاكواد مش هغير فيها حاجة كل حصل اللي انا خطتها وحطتها فيه ملف منفصل وسميته ملف سورس واده ده كده ملف الهضر كل يحصل بقى لانا حاجة في البرجكت واستدعيها كده بقى لو انشأت اي برجكت تاني ممكن اضمن معي الملفات بتاعة الهيدر الخاصة بالليباري واستعديها على طول من غير ما عود ايدي الكتابة بتاعتها طيب ممكن بقى ايه واحد يقولك طب انا مش هعيز اشتغل على البرت بي او مش هعيز اشتغل على البنات ايه ولا حاجة انت هتبقى معاك الهيدر فايل هتغير بس هنا السوابت دي حسب التطبيق اللي انت عامل اما تسمع لما هي عليه او تعدل حسب الاحتياجات لكن عدك السورس مش هتعدل فيه حاجة لانه بيستخدم السوابت اللي انت معرفها هنا عشان كده احنا عملنا السوابت دي في البداية وقلنا ان السوابت دي فايدتها انك لما تحب تغير حاجة في الكود بتخشش جوا الكود وتعدل فيه الا انت هتعدل بقى فين مش في السورس وفايل في الهيدر فايل وده زي ما قلت لك المرة اللي فاتت انه هو بينفع لما تكون عامل الليباري وعايز تباعها لحد فانت ما تدوش بالسورس فايل بتدله الملف بتاع الليباري وملف الهيدر ملف الليباري ده موجود فين موجود فيه الضباج عندك هتلاقيه موجود سيفن سيجمنت دوت ليب ده بيبقى مش شفر مفيش فيه الاكواد اللي انت شايفها دي بتاعة السورس فايل بتددله الملف ده والهيدر فايل وبيخدهم منه هو ما يحب يعدل بقى هيعدل هنا بس لكن مرغوش انه هو يصل للسورس كود بعد ما خلصنا الكود بنعمل build متأكد ان ما فيش عندنا فيه اخطاء هو كده خلاص ما فيش اخطاء بعد كده اروح عامل flash على الcontroller ونزل عليه الكود ده الفيديو العامل للدايرة بعد ما حرقنا الكود بعمل reset عشان يبدأ العدد من الزير وحيوض لعدل غاية 99 وقل بتاني ما تنساش تنزل material خاصة بالمحاضرة الرابط بتاعها موجود على الشاشة قدامك وحتلاقيه موجود تحت في الوصف فيه description box هتلاقي فيها الاكواد اللي احنا بنشرحها في الفيديو مخطط الدايرة وتجميحها على التست بورد بالاضافة الى الpowerpoint في صيغة pdf شكرا جزيلا